اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول الرؤية جزء من ستين واربعين جزء من النبوة اذا الرؤية دي من الدين الرؤية جيالة من رب العالمين ايه المشكلة في كده يعني لبعض الناس بتستخف بهذه الموضوعات يا ابن الشيخ ما كانش حد غلب يا ابني فهم يا ابنت فهمي الرؤية مهمة جدا لها اهمية كبيرة جدا واللي ذكر الاهمية دي اه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول رؤية معانا وهي رؤية الصيد بشبكة بدائية فين الشبكة اللي بتتفرد كده على النيل وتنزل المية وشوية ويبدأ يسحبها الرؤية دي جميلة جدا مش رزق لا دغنى باذن الله لا سيما اذا كان السمك كثيرا وكبيرا لان الرزق على قدر وحجم السمك قدر يعني مثلا كيلو مزي عشر كيلو حجم السمك لو سمكة صغيرة مزي سمكة كبيرة فعلى قدر وحجم السمك يكون المال والرزق القادم الي الرؤية اللي بعد كده لما يكون شخص فقير في الحقيقة اللي شاف الرؤية شخص فقير يرى انه يتبرع لبناء مسجد غنى باذن الله تبارك وتعالى رؤية انك تنظر الى القمر في ليلة صافية خلي بالكم من الحاجات اللي احنا بنذكرها دي النظر للقمر في ليلة صافية مع الشعور بالراحة والسعادة غنى باذن الله تبارك وتعالى رؤية العثور ممكن الرؤية دي واضحة واضحة العثور على سبيكة من ذهب او سبائك والمظوم جوهرات الرؤية دي بس طبعا ميكونش فيها حاجة ميكونش لها دخل في 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 اضغاص الاحلام والكلام ده او العقل الباطن لا يعني مسلا ممكن واحد يتفرج على فيلم اجنبي وشفي سبائك دهب فنم في حلم سبائك الدهب فانا شوفت الشيخ بقول رؤية دي لا يا حبيبي دي انت كنت بتفرج على فيلم اجنبي لازم نفهم برضو يعني العملية مش سايبة كده فالرؤية لما تأتيني على حين غفلة مفيش حاجة عالقة في ذهني زي رؤية العثور على سبائك من الذهب هذه الرؤية تدل على الغنى رؤية هي مخالفة او مغايرة للواقع رؤية نزول اللبن من ثدي الرجل مثل لبن الام بالضبط هذه الرؤية تدل له على الغنى اخر رؤية معنا وهي رؤية مكان الابرة او الحقن في الضراع وسلامبا لما شوف اكتر من مكان يعني مثلا تعرفين انتم الانسادم يكون بريد وبيتركب له كانونة بيبقى في اكتر من مكان على ما يبحث على الوريد والكلام ده ففي اكتر من وخز لسن الابرة هذه الرؤية تدل على الغنى بإذن الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته